موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة سهيل يقرأها على حضراتكم مختار الفقيه والبداية بأبرز العناوين وقفات تضامنية في مأرب وتعز نصرة للقضية الفلسطينية وتنديدا بالمجازر الصهيونية بحق أبناء غزة المشاركون في الوقفات استنكروا جرائم التجويع والإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين القوات المشتركة في الساحل تتلف ألغاماً ومتفجرات خوثية جرفتها السيول إلى المناطق الآهلة بالسكان الأمطار والعواصف تفاقم من معاناة النازحين في مارب وتلحق أضراراً بالقنوات الناقلة للمياه والطرقات في أبيان والمهر ندرة الكتاب المدرسي في محافظة تعز تحدي يؤرق المعلمين والطلاب مع بداية العام الدراسي أكثر من ألف ومائة مدرسة في المحافظة بدون كتب منهجية جمعية الوصول توزع حقائب مدرسية على الأيتام في لحظة أسهل النشراء بسم الله الرحمن الرحيم نظمت اللجنة التضامنية مع فلسطين الوقفة الاحتجاجية الأسبوعية عقب صلاة الجمعة في مدينة مارب تأكيداً على الاستمرار في نصرة القضية الفلسطينية وتنديداً بالمجازر الصهيونية والإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء غزة في الفعالية التضامنية جدد المحتشيدون دعوتهم للمجتمع الدولي الوقوف مع أبناء غزة والعمل على وقف العدوان الصهيوني بحقهم وتفعيل القرارات الأممية وقرارات المحكمة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي وقادته وسنكرت الوقفة استمرار مسلسل التجويع للشعب الفلسطيني وطالبت الدول العربية والإسلامية بالوقوف مع الشعب الفلسطيني وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني وتنديد بشرائمه ودعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين أكد المحتجون استمرار الشعب اليمني في تضامنه مع أبناء فلسطين وتقديم كل ما أمكن تقديمه من أوجه الدعم والمساندة ما يقوم به الكيان الإسرائيلي يلغاصب المحتل من جرائم وإبادة جماعية في غزة في فلسطين كلها هو فعلا إهانة للدول العربية والإسلامية كلها في ظل الصمت الموجود من الدول العربية من حكام الدول العربية من حكام الدول الإسلامية صمت المنظمات الدولية صمت المجتمع الدولي صمت المنظمات المجتمع الأمم المتحدة ومجلس الأمن صمت عجيب وخذلان عجيب ما رأينا مثله ندعو المجتمع الدولي والمحاكم المهتمة بحقوق الإنسان لإدانة المجازر اليومية ووضع حلول نهائية لإرهاب الكيان الصهيوني المحتل ويقضي عدوانه وإنهاء احتلاله الظالم لأرض فلسطين كما نطالب القضاء الدولي والمنظمات الإنسانية بالقيام بمسؤوليتهم والعمل بكل جد وحشد الطاقات والجهود لحظر تصدير الأسلحة إلى الكيان المحتل من خلال تقديم دعاوة جزائية بجرائم حرب أمام المحافل الدولية وتنفيذ القرارات الأممية السابقة فقد شاهد العالم بأسره أن عدم معاقبة الكيان على جرائمه أغراه بارتكاب الوضع التعقيد تتواصل الفعاليات التضابنية والمسيرات والمهرجانات الشعبية المساندة للشعب الفلسطيني في مدينة مارب ويؤكد المشاركون في هذه الفعاليات على حق الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف كون فلسطين قضية الأمة الأولى وكون القدس القبلة الأولى يواصل أبناء مدينة مارب والنازحون فيها المساندة والدعم والتضامن مع غزتا وما تتعرض له من جرائم الإبادة من قبل الكيان الصهيوني فعاليات ووقفات ومسيرات ومهرجانات تعج بها مأرب للوقوف مع القطاع الجريح يخضر الكل هنا النساء والأطفال الصغار والكبار تأييدا ودعما لأبناء فلسطين رغم فقدانها لبصرها أصرت الكفيفة آمت السلام على الحضور إلى المهرجان الذي أقامته الجمعية الأقصى في مأرب لمساندة فلسطين الإنسان والأرض والقضية آمت السلام كفيفة وتقول إن مجيئها إلى هنا هو أقل واجب تقدمه للفلسطينيين ولو بالحضور لمثل هذه المهرجانات وبالكلبة أيضا ومن خلال مقاطعة بضايع الداعبين لحرب الإبادة أنا أجيد لها هنا علشان أشارك في فعاليات فلسطين وعلشان نشارك في القضية الفلسطينية لأننا نحن مش قادرين نعمل شيء إلا أن نقاطع أو نشارك في المظاهرات أو في هذه الأشياء اللي هي مثل الفعاليات عن فلسطين يجب على الأمة العربية أنها تقف مع أخوانا الفلسطيني وكفة شرف ما نظل متخاذلين حتى بالمقاطعة بالمظاهرات بالكلام في السوشال ميديا في أي شيء ما نظل هكذا ساكتين للأعداء والحمد لله طوفان الأقصى كان نصر بداية نصر للأمة وأمل عاد للأمة الأمل والهمة للشباب الأمة أنهم يستطيعوا أن يحققوا شيء من خلال يعني أنهم ما يكونوا عاجزين عن أن يفعلوا شيء بالرغم أن أنا كفيفة لنا ما أقدر يعني أقدم لهم أي شيء لنا أن نحضر في المظاهرات نحاول نقاطع نتكلم في السوشال ميديا نفعل أي شيء علشان إخواننا في غزة ونتمنى أن نحن نعمل أكثر لكن هذا الذي في إيدنا الأمر نفسه لدى كبار السن فدعمهم لفلسطين فلسطين ممتد ولم ينقطع فالأم محصنة التي بعمرها تكاد تقارب عمر النكسة والنكبة التي تعرض لها الفلسطينيون فهي في السبعين وبعصاها تسر على مناصرة قضية فلسطين بعزم منقطع النظير في بأربى كل شرائح البجتمعي مع فلسطين رغم ما يعانونه من النزوح والحرب إلا أن التضامن مستمر لأن وجدان فلسطين حاضر في كل مكان وفي تعز نظم الآلاف في ساحة الحرية وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في غزة والظفة واستهجن المشاركون في الوقفة التضامنية تغاضي المجتمع الدولي عن الجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني ضد المدنيين العزل ودع المحتجون أحرار العالم لرفع أصواتهم في وجه الإجرام الصهيوني ونصرة المستضعفين المحاصرين في قطاع غزة وردد المشاركون شعارات تشيده بصمود الشعب الفلسطيني وإصراره على انتزاع حقه في الحرية والاستقلال ماذا تنتظر من أخلاق الصهيونية؟ هذا سبب وتلك أخلاقهم والشعار حينما دخلوا فلسطين كان شعارهم إنهض وقت الأولاً هذا شعار الصهيوني العالمي الأمر الثاني التخاذل السياسي العربي هو الذي قرأ الصهيوني العالمي يعيش في المقازر الأمر الثالث ضمن ووهماً من الصهيونية أنها ستعيق المقاومة والتحرير وهيهات 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 وكانت جمعة المصلين أحيت شعائر صلاة الجمعة في ساحة الحرية بمدينة تعز تلبية لدعوة المقاومة الفلسطينية وتجسيداً لتضامن الشعب الفلسطيني مع الشعب اليمني مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وعرب خطيب الحرية عن اعتزاز الشعب اليمني بصمود وبطولات الشعب الفلسطيني في وجه آلة الموت الإسرائيلي جمعة نصرة غزة والتي لبى فيها المصلون الدعوة الموجهة من حماس ليكون يوم غضباً واستنكاراً لما يحدث من مجازر وجرائم ضد سكان قطاع غزة وتدميراً وإرهاباً لمسبقاً شهدته الإنسانية إن أبهى صور القهاد بذل النفس والمال والوقت والحياة وكل شيء في سبيل الدين والأرض وليس في الدنيا قهاد لا تضحية معه ولا إقدام لا فاتورة له ولا تضيع في سبيل الله غاية وإنما هو الأجر الجزيل والثواب الجميل ومن قعد عن الجهاد في سبيل الله فهو آذم قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره صبر أبناء غزة على أرضهم وتشبثهم بها بعد تهجيرهم عدة مرات خلال حروب شنت عليهم وتكوينهم حاضنة صامدة للمقاومة دليلا على أنهم في طريق النصري وتعبدهم لله بالجهاد والمصابر والمرابطة بحسب ما أمرهم به الله وكل ذلك في سبيل الدفاع عن الدين والعرض والأرض أولئك الرجال والأبطال الذين ملأوا سمع الزمان بطولة وعلموا الدنيا معاني الرجولة والشهر الحادي عشر يواجهون في عنفوان فما وهنوا رما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وإننا إذ نقف معهم من ساحة الحرية ومن مدينة المقاومة تعز بإكبار لنحيي صمودهم وثباتهم وأداعهم رجالا في الأنفاق وأبطالا في الأنساق وحاضنة تكسرت عند ثباتها كل المشاق هذا قدرنا هذا قدركم هذا قدركم وذا قدرنا في المواقهة والمقابهة والمقاومة والمنازلة حتى ينصرنا الله سبحانه وينصركم بعز عزيز أو بذل ذليل غطرسة صجيونية وسكوتا للحكومات والمنظمات الدولية وتعاطفا شعبيا بكل أنحاء العالم بعد أن رأوا إحراق الأرض والإنسان في غزة وعدم رحمة الأطفال والنساء والشيوخ فلا بد من إيقاف هذا الظلم والوقوف مع هذا الشعب المقهور أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانت جرنبرغ على الحاجة الملحة إلى نهج موحد لدعم الجهود نحو عملية سياسية ووقف إطلاق النار في اليمن جاء ذلك خلال لقائين منفصلين عقدهما يوم أمس في الرياض مع السفير السعودي لدى اليمن محمد الجابر وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وتركزت المباحثات حول جهود خفض التصايد في اليمن في ظل التوترات الإقليمية وشدد المبعوث الأممي على أهمية الاستمرار في الدعوة إلى الإفراج عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين أفادت مصادر محلية أن أسرة المواطن خالد محمد أبو سعيد من أبناء قبيلة أبو سعيد بمنطقة العجيرات مدرية صوير تلقت بلاغ من الحوثيين بالحضور إلى مدينة عمران لاستلام جثة نجلها الذي اختطفته الميليشيا قبل ثمانين يوما وقالت المصادر أن ميليشيا الحوث اختطفت المواطن أبو سعيد في أحدى نقاطها بالخط الرابط بين محافظتين عمران وصنعاء أثناء إسعافه لزوجته للعلاج في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء واقتادته إلى سجونها في عمران بدون تهمة تذكر وعشارت المصادر إلى أن المختطف لم يكن يعاني من أي أمراض تذكر عند اختطافه وحملت ميليشيا الحوثي مسؤولية هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي قامت بها بحق أبناء القبيلة والتي كان آخرها الهجوم على مسجد الجمعة في المنطقة في يوليو الماضي وقتل عدد من الرجال والنساء أتلفت القوات المشتركة مجموعة من الألغام والذخائر الحوثية التي جرفتها السيول إلى مناطق السكنية في المناطق الساحلية لتعز وبعض مدريات الحديدة وتضمنت المتفجرات التي تم نزعها وإتلافها عبر فريق هندسي متخصص أنواع مختلفة من الألغام والقنابل والعبوات الناسفة ذلك لحماية المدنيين من مخاطر الانفجار العشوائي وكانت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة قد جرفت كميات كبيرة من الألغام والذخائر الحوثية إلا أن هندسة القوات المشتركة سارعت إلى تمشيط المناطق الملوثة وتطهيرها لحماية المدنيين جهد جبارة تبدلها الفرق الهندسية تابعة للواء تهامة لتفكيك وانتزاع المتفجرات وأنواع مختلفة من الألغام الحوثية والقنابل والعبوات الناسفة التي جرفتها السيول إلى المناطق السكنية اتلف كمية كبيرة من ألغام ميليشيا الحوثي الإرهابية التي جرفتها السيول إلى مناطق سكنية جنوبي الحديدة ضمن جهود تبذلها القوات المشتركة لحماية المدنيين من مخاطرها المرعبة والمهددة لحياتهم بعض من الألغام تم تفجيرها في مكان تواجدها حيث وهي خطيرة جدا لم نقدر ننشرها من مكانها الفرق الهندسية التابعة للواء الأول تهامة مقاومة تمكن من تحييد لغم مضاد للمركبات وذخائر من مخلفات حرب ميليشيا الحوثي الإرهابية في مديرية الخوخة هذه الألغام تسببت في إزهاق أرواح المئات من المواطنين ونفوق الكثير من الماشية وتدمير العديد من السيارات والآلات الزراعية للمواطنين هذه هي الدينة التي انفجر بها اللغم المواطنون أشادوا بالدور الكبير لفرق هندسة اللواء الأول تهامة الذي يستجيب لبلاغات المواطنين ويسارع في تطهير الأراضي التهامية من الغام ميليشيا الحوثي الإرهابية عبد الحفظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية محافظة الحديدة تسببت الأمطار والعواصف الناتجة عن المنخفض الجوي بتلف العديد من مخيمات ومساكن النازحين في مخيم السويدة بمحافظة مارب وسط شكاو من ضعف كبير في تدخلات المنظمات الإنسانية للحد من معاناة النازحين هنا كانت خيمة وهنا أسرة باتت بلا مأوى هذه أطلال خيمة سقطت ليلة البارحة على رؤوس ساكنها بفعل الأمطار والعواصف التي ظلت تتساقط طوال الليل أيام وليال عصيبة يعيشها نازح مخيم السويدة أحد أكبر مخيمات النزوح غربي محافظة مارب فالأمطار والعواصف ضاعفت معاناتهم واصطحبت معها المآسي والهموم المطار دخل البيوت والرياح شلت الطرابل وشلت البيوت ونحن بينا المطار طول الليل ساهر جالس طول الليل ما سطينا نرقد من المطار ما بيش معنا ما كان لدينا نطرح من الرياح قيام تمزقت ومقدرات إيوائية وغذائية أتلفت ومآس عقدت تفاصيل حياة آلاف النازحين في هذا المخيم هذا ما حصل من العواصف والعواصف والعواصف ليلة البارحة فنحن نناشد وندعو السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية وأصحاب الفاعلين الخير إلى التدخل العاجل لإنقاذنا مما نحن فيه فأصبحت الخيام لا تقينة لا من شمس ولا من مطر وأصبحت متهالكة والوضع يعني مأساوي جدا نفترش الأرض ونلتح في السماء يحاول محمد جاهدا إعادة تنصيب خيمته من جديد والتي سقطت في أعقاب أمطار غزيرة صاحبتها رياح شديدة فيما تقوم مريم بتشفيف غرفة نومها وأخواتها بعد أن تسربت إليها مياه الأمطار نحن في مخيم السويدة وفي هذا المنزل كما تشاهدوا أنتم المياه غمرت البيوت المطبخ يعتبر بشكل منتهي وغرفة النوم كذلك يعني والخراب والماء والكذلك طول الليل والناس حتى اضطرنا أننا نخرج من هذا المكان إلى مكان آخر لأنه ما وجدنا شيء مكان الذي نرقد فيه يعيش أغلب النازحين في هذا المخيم في خيام وشبكيات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة كما أنها لا تصمت أمام عوامل التغير المناخي والعواصف والأمطار محمد المالكي سهيل مأرب تسببت السيول القادمة من منطقة صرباح جنوب محافظة مأرب في محاصرة النازحين داخل مخيم حجور فقطعت الطرق المؤدية إلى المخيم مما جعل سكانه غير قادرين على الدخول أو الخروج وزاد من معاناتهم بسبب صعوبة الوصول إلى المدينة مع كل موسم أمطار يحاصر النازحون في مخيم حجور بمدينة مأرب فلا يتمكنون من الوصول إلى مدارسهم وجامعتهم بسبب السيول العلمة التي تشتاح المنطقة ساعة ست يعني ماشي أشتي أمشي المدرسة منتظر ثلاث ساعات أربع ساعات يعني أشتي أمشي المدرسة ندرس يعني مقطوع السيل نزلت قطعة كل الوسائل الآن ما نقدر نمشي المدرسة نشتي نفعله لنا حل هنا حل ضروري حل هنا أنا من حارة الأمل في الجفينة واشتي أروح المدرسة قل لي من الساعة ست محجوز هنا أفعله لنا حل لهذا السيل رغم ارتفاع منسوب السيول التي تجرف كل ما يقف في طريقها يستمر النازحون في محاولة العبور يساعدون بعضهم البعض بحماس وشجعة محاولين إخراج السيارات العالقة في المياه الجارفة من الله علينا بأمطار غزيرة نحن سكان الجفينة النازحين في مارب نعاني من الطريقة التي تؤدي إلى المدينة اليوم السادسة صباحا نزل هذا السيل القادم من اتجاه سرواح واشعاب سرواح وقطع الجفينة إلى شمالية وجنوبية نحن المنطقة الجنوبية حجور لا نستطيع اليوم العبور صباحا إلى المجمع أو إلى المدينة بسبب هذا السيل هناك حفر هناك الأطفال هناك أيضا المدرسين والطلاب والعسكريين والأطباء الجميع متوقفين عن الذهاب إلى أعمالهم وإلى دوامهم مبادرة مجتمعية كانت تهدف إلى بناء جسر موشا لتخفيف من معاناة سكان المخيم لكن هذه المبادرة لم تجد التعمل كافي من الجهات المعنية ولم تنفذ حتى الآن ما يجعل معاناة نازحين مستمرة كشباب نحاول نحن ننشأ مبادرة لإنشاء جسر موشا من أجل يسهل للمواطنين أثناء حدوث مثل الكوارث أو مثل كارثة السيل يسهل لهم العبور إلى محافظة مأرب باعتبار أن هذا القطاع منعزل إنعزال تام من محافظة مأرب بينما نواجه نحن عراقيل واجهنا عدة علاقيل سواء من الداعمين أو من السلطات المحلية فإحنا نناشد السلطات المحلية ونناشد الجهات الدعمة ونناشد المؤسسات والمنظمات أن تلتفت إلى هذا الموضوع الإنساني وبين هذه المبادرات والجهود المتواصلة تبقى مشكلة السيولة قيمة دون حل ورغم ذلك يتشبث النازحون بالأمل في انتهاء معانتهم والعمل على استكرارهم في مخيمات النزوح طالب المواطنون في منطقة الحصن بمدرية خمفر محافظة أبيان السلطات المحلية بضرورة الإسراع في معالجات الاختلالات التي تعرضت لها القنوات الناقلة للمياه بسبب تدفق المستمر للسيول وقال الأهالي أثناء لقائهم بمحافظ المحافظة اللواء الركن أبو بكر حسين إن وجود الأضرار في قنوات الري تسبب في فياضان المياه وتضرر الكثير من المنازل إلى جانب ما سببته من توقف في الحياة اليومية بعد أن غمرت المياه سوق المدينة بشكل كلي من جانبه أوضح المحافظ حسين أن السلطة المحلية وجهت بتوفير آليات تتولى مهمة رفع الأضرار في المدن المتضررة وتوسيع قنوات الري وأكد أن السلطات ستعمل على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لاستغلال الموسم الزراعي والاستفادة من ارتفاع منسوب المياه لري أكبر مساحة من الأراضي الزراعية حاصر السيول جارفة أهالي منطقة وادي المسهلة في محافظة المهرة وسط تحذيرات من مخاطر الاستمرار استمرار الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة في حضر موت والمهرة وفقا لما أكدته مصادر محلية وقال مسؤول الكوارث في الهلال الأحمر اليمني بمحافظة المهرة والكريم إن السيول تحاصر أهالي منطقة وادي المسهلة بالمحافظة وأكد كريم أن الطرق المؤدية إلى المسهلة مقطوعة بسبب السيول على الرغم من انطلاق العملية التعليمية قبل أسبوع إلا أن مئات المدارس في تعز لم تستلم حصتها من الكتاب المدرسي ألم الذي يؤرق المعلمين والطلاب على حد سوى ويضع الجهات المختصة أمام اختبار صعب يجب تجاوزه من أجل الوطن والنشأ انتهى أول أسبوع من الدراسة بالجمهورية اليمنية وكان من المفترض أن يكون الكتاب مع الطلاب والطالبات إلا أن النقص الشديد فيه وعدم وصوله للطالب يؤثر تأثيرا كبيرا على العملية التعليمية كونه الوسيلة الأولى للفهم وتوصيل المعلومات للطلاب وخاصة في الصفوف الأولى من المرحلة الأساسية الكتاب مهم جدا بالذات الصفوف الأولى لأن الطالب يتعلم من خلال الكتاب المدرسي في بولا، الصور طبعا ملونة، الأحراف الأمور كاملة تكون واضحة بالكتاب المدرسي الأستاذ هال عبد الجليل تعمل مربية للصف الأول بمدرسة الصديق وطلابها لا زال بلا كتب رغم أنه مهم جدا لهم ومحافظة تعز أكبر المحافظات كثافة بالطلاب ليصل هذا العام بالمناطق المحررة إلى 540 ألف طالب وطالبة مما يتطلب توفير عدد مهول من الكتب للنصف الأول والثاني من العام ولم يصل إلى المحافظة من مطابع الكتاب المدرسي بعدا أكثر من 20% من الاحتياج إذا لم تتمكنش الطالب من الكتاب فأعتبر تدريسي أي كلام الصدق يعني كوجهة نظر يعني فإلى حد الآن تشوفوا أن الطلاب عندنا ما فيش كتب ويعني أعتبر أنني أحس أنني مقصرة لأنني ما فيش كتاب في هذا العام الاحتياج الكامل للفصل الأول والثاني للفصلين 6.400.000 كتاب في الفصلين إلى الآن يعني 740.000 إلا ما قبل الأسبوعين اليوم يصل 70.000 كتاب يعني بحدود 810.000 كتاب هذا العدد لا يساوي 20% من الاحتياج الحقيقي لكن مع ذلك الأمل كبير هناك خبر بأن المطابع شغالة مطابع الكتاب المدرسي في عدن إن شاء الله يتوفر أيضاً كمية هناك مشروع خاص أو قهة داعمة خاصة تبنىها الأخ محافظة المحافظة ونحن الآن في طور استكمال قراءاتها حددنا الاحتياج الحقيقي للكتب في هذا العام وإن شاء الله يتحقق ما نحن نصع إليها نجحت بعض المحافظات بطباعة المنهج الدراسي وتوفيره لطلابها بينما محافظة تعز أجزت حتى الآن لعمل الحلول نظراً للكمية الكبيرة المطلوبة ما يقرب من 6.5 مليون كتاب خلال العام الواحد وتعتمد أغلب المدارس على تصويره ليظهر رديئاً مقارنةً مع الكتاب القادم من مطابع الدولة دشنت جامعية الوصول الإنساني للشراكة والتنمية بمحافظة لحج مشروع توزيع الحقائب المدرسية لفئة الأيتام بحضور مسؤولين في قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وقال رئيس فرع الجبعية بمحافظة لحج الدكتور سميح الأهدل إن مشروع توزيع الحقائب المدرسية استهدفت 260 يتيماً ويتيماً مشيراً إلى أن الحقائب تحتوي على تشكيلة متنوعة من المستلزمات الدراسية وأكد الأهدل حرص إدارة الجمعية على تقديم الحقائب المدرسية لفئة الأيتام مع بداية كل عام دراسي تخفيفاً عن كاهل ذويهم من شراء مسلزمات الدراسة وضماناً للعودة للمدرسة حفاظاً على هذه الفئة من التسرب وترك التعليم ويصبح فريسة سهلة للجهل والضيع التقى وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بوحيبح بالعاصمة المعاقتة عدن اليوم المدير الإقليمي للجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث الدكتور محمد ديب درباع واطلع من خلاله على تدخلات الجمعية في القطاع الصحي ووقف وزير الصحة على الخطط والبرامج المتصلة بعمل الجمعية ومنها تجديد المشاريع المنتخية وتوحيدها وكذا خطط التدخلات المستقبلية وأماكنها بالإضافة إلى الخدمات الراهنة للجمعية في تقديم الخدمات في مجال الأطراف الاصطناعية والغسيل الكلوي في عدد من المحافظات وثمن وزير الصحة التدخلات النوعية للجمعية وشدد على تنسيق التدخلات في مجال بناء القدرات للمعاهد الصحية وتعزيز البنى التحتية لها وتحديث مناهجها افتتح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مدريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميم اليوم مركز التدريب الطبي بمنطقة عيناتة في مدرية تريم بتبرع كريم من ثلث المرحوم محمد مل حسين التركيت رحمة الله عليه وإشراف بيت الزكاة بدولة الكويت وتنفيذ مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية واستمع التميمي إلى شرح مهجز من الرئيس التنفيذي لمؤسسة التواصل رائد إبراهيم حول المشروع والذي من المقرر أن يسهم في تقديم خدمة طبية لأكثر من 12 ألف نسمة ويضم المركز عيادات للأطفال والنساء والولادة وعلاج سوء التغذية والتطعيم وتنظيم الأسرة ومختبر مزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية وأكد الوكيل التميمي أهمية المشروع وثمن وقوف الكويت أميرا وحكومة وشعبا إلى جانب الشعب اليمني من خلال تدخلاتهم النوعية المستمرة في كثير من القطاعات الخدمية قام منتدى المنظمات النسائية بالتعاون مع مكتب تنسيق الشغون الإنسانية للأمم المتحدة الأوتشا يوم أمس في مأرب ندوة خاصة تحت عنوان قيادات في مواجهة الآزمات الإنسانية وبناء السلام وفي افتتاح الندوة أكد وكيل محافظة مأرب عبد الرب مفتاح على أهمية الندوة في تسليط الضوء على ما تتعرض له المرأة اليمنية من انتهاكات ومعاناة جراء الحرب والنزوح المتكرر والكوارث الطبيعية من جهته استعرض منسق العمل الإنساني في مكتب الأوتشا بمأرب راشد الدبعي سعرض النجاحات التي حققتها المنظمات في مختلف مجالات العمل الإنساني للتخفيف من معاناة النازحين والمجتمع المضيف فيما دعت أمين عام منتدى المنظمات النسائية فاطمة سيلان دعت الجهات المعنية والمنظمات الأممية والدولية إلى وقفة جادة مع منتدى المنظمات لمساندة المرأة في التي فقدت عائلها وتحملت أعباء الأسرة بمفردها إضافة إلى دعم المرأة بمشاريع التنمية المستدامة وشملت الندوة ثلاثة أوراق عمل ركزت على تعزيز دور القيادات النسائية في العمل الإنساني وعملية السلامة مشاهدين نشرتنا انتهت وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين وقفة تضامنية في مارب وتعز نصرة للقضية الفلسطينية وتنديدا بالمجازر الصهيونية بحق أبناء غزة والمشاركون في الوقفات استنكروا جرائم التجويع والإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين القوات المشتركة في الساحل تتلف ألغاما ومتفجرات حوثية جرفتها السيول إلى المناطق الآهلة بسكان الأمطار والعواصف تفاقب معاناة النازحين في مارب وتلحق أضرارا بالقنوات الناقلة للمياه والطرقات في أبيا والمهرة ندرة الكتاب المدرسي في محافظة تعز تحدي يؤرق المعلمين والطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد وأكثر من ألف ومائة مدرسة في المحافظة بدون كتب منهجية وجمعية الوصول توزع حقائب مدرسية على الأيتام في لحظة في ختم النشرات تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل دمتم في أمان الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة